بسم الله الرحمن الرحيم سيداتي النساتي ساداتي الباشا والالوان كان اسماعيل اغا كبير تجار اللامشة بالغرية يلحي في مقابلة الباشا في القلع مرة يقولوله الباشا بيعدي على الحرين ومرة تانية يقولوله الباشا نايم اولا ما شاف الباشا قال له اتخرب بيتي يا باشا اشتريت سفنتين من اسطنبول حرير وصلت السفينة الاولى قماش خشن احمر فرد عليه الباشا كده وقال له طب وايه يعني وقال لي خليك تدفع تمن السفينة مقدما او رجحها للي انت اشتريتها منه رد اسماعيل اغا وقال اشتريتها من سنان باشا يا باشا اشتريتها من معية الباب العالي والباب العالي لاه ورد انفجر الباشا من الدحك كان هيعرف مدى قدرة سنان باشا على الغش ده حتى كان بيغش اورام اسطنبول خيم الصمت كده ورد الباشا وقال تلات تلاف دهب بندقي احمر شاه اسماعيل اغاقل كتير رد عليه الباشا وقال له اربعة وبيع بالسعر اللي تحدده وفي اليوم التاني طاف منادي في الاسواق وقال يا يهود اهل مصر لازم تلبسوا ترطير حمرة فاليهود اعترضوا فاليهود ضربون على بمقههم بالمقارع فتاني يوم الصبح اليهود بكم انتهى الادب راحوا اشتروا للترطير اللي من القماش الخشن الاحمر بثمن باز بعد شهر واحد صعد اسماعيل اغا تاني للالع عايزي قابل الباشا لان السفينة التانية وصلت المرة دي جاب معاه اربعة كياس ده يا باحمر ورماهم تحت رجل الباشا وقال للباشا تاني سنان باشا غشيني للمرة التانية يا باشا لكن المرة دي الباشا رقل الاربعة كياس برجله ضربهم برجله وقال له تمانية اغا جس عايشا قال له عشرة دفع الاغا وتاني يوم نزل منادي في الاسواق وقال يا نصارى اهل مصر لازم تلبسوا اه ترطير من القماش الخشن اللي سود واشترى وحسبونا الله ونعم الوكيل وباع الاغا المركبين بتوعه وحسبونا الله ونعم الوكيل ترجمة نانسي قنقر